تقود إلى استنتاجات مختلفة عنها التي كانت بشأن أصل مصر القديمة وتشكل الدولة فيها فريق بحث بريطاني وجد أن التغييرات التي طرأت على مصر جعلتها تتحول من أراضي زراعية متناثرة إلى دولة يحكمها ملك تمت بوتيرة أسرع مما كان يعتقد حول هذا الموضوع دعوني أسأل الخبير بالأمر من القاهرة بسام الشمع المحاضر والكاتب في مجلات المصريات أهلا بك سيد بسام ما الذي يضيف هذا الاستنتاج للباحثين البريطانيين عن أن هناك فترة زمنية كنا نعرف بأن هذه الفترة التي تشكلت فيها الدولة المصرية بشكلها المؤسساتي بشكل أن يوجد ملك يحكم هذه المنطقة ما الذي نستنتجه من هذا الاكتشاف خطوة كبيرة جدا في طريقنا المعرفة متى نشأت هذه الدولة بنشأة متفردة نحن نعلم أن التاريخ عندما يكتب يكتب بتاريخ اللغة وتاريخ الكتابة وتخرى الرموز والتعارف والزراعة كل هذا كان موجود في مصر القديمة قبل توحيد القطرين الشمال والجنوب ولكن هذه الدراسة بالذات قد استخدمت الإشعاء الكربوني في منطقة في تاريخنا وفي حيث في تاريخنا في مصر الآثار فيما بتبقاش بالكثرة المناسبة التي تقدر يتحددي فيها بالزبط إمتى قامت أول أسرة متوحدة تقاد عن طريق ملك بوزارة بحكومة متفردة وده اللي حصل في هذا البحث بأنهم وضعوا أن الملك عاحة المسكور في الدراسة جاء بعد أن وحد نعرمر أو خطأ النارمر القطرين يبقى معنى كده أن بدل ما كنا بنقول أن الحضارة المصرية بدأت كبداية كوزارة وحكومة وبداية متفردة هي ما كانتش فقط من 3400 أو 3500 قبل الميلاد ولكن ممكن أنها تبقى أسرع من كده والمدة اللي أخدتها مصر عشان تتحول إلى بلد قومية إقليمية تكون أسرع من هذا التوقيت اللي نحن كنا عارفين صبرك عليه شوي أستاذ بسام الملك عاحة هذا الملك كان معروف من قبل أما أن هذا الكشف الجديد هو الذي وضعه في السجلات كل الأسماء المكتوبة عند حضراتكم في البحث زي الملك عاحة أو حر عاحة اسمه باللقب بتاعه ونعرمر المذكور أيضا الملك جيت الملك جير حتى الملكة ذات نفسها المذكورة مريت نيت أيضا كلهم معروفين سامر خط أيضا من الملوك المذكورين في الدراسة فكل الملوك دول كانوا معروفين ولكن هذه الدراسة تساعدنا في أن نعرف إمتى بالضبط حصل أول حكم لبلد إقليمية وحدة لأننا نتكلم على عدد من الأقاليم مجموعات من البشر متناثرة هنا وهناك ترجع إلى 4000 و5000 في الجنوب في النوبة في الشمال حوالي نهر النيل أيضا في الوحات ولكن الآن نتعلم أكثر عن فكرة توحيد كل هذه المجميع علشان تأتي تحت ملك واحد اللي بعد كده بقت حكومة بوزراء بقوانين بتشريعات ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة طيب أعود معك إلى الطريقة المستخدمة الإشعاع الكربوني ما هي الطريقة التي اعتمدت سابقا وكيف حصل هذا التطور التغيير في معرفة الزمن تحديدا جنح العلماء دائما أبدا في علم المصريات إلى أنهم يحكموا على توقيت بداية أسرة معينة عن طريق أشياء كثيرة منها اللغة ومنها طريقة الكتابة يعني مثلا في 1988 تم اكتشاف عندنا في مصر في الصعيد الجميل في منطقة اسمها أبي دوس تم اكتشاف عدد من المئات من قطع العظم الصغيرة عظم الحيوان اللي منحوط عليها بعض الرموز للكتابة فده خلى الكتابة المصرية القديمة ترجع شوية أكتر وأعمق من اللي احنا كنا عارفينه الآن هذه الدراسة تأخذنا قدام شوية فالآن نحن نتأرجح ما بين أن احنا نستفيد من وجود فكرة للغة والكتابة والزراعة وطرق الري بأننا أقول أن الوقت دوت والسنة دي هي دي الآن بقى لا في استخدام تاني بقى بياخدوا الشعر بيعملوا الكربوني الإشعال الكربوني بياخدوا قطع مثلا من العظام بياخدوا مزروعات معينة زي الزراعة زي النباتات خزف قطع من الشقافات الحجرية دلوقتي بدأنا نستخدم ده في الدراسة دي عشان نحدد بالضبط الدولة دي كانت دولة قومية إمتى تقاد عن طريق هذه الدراسة هذه الدراسة هي خطوة الدراسة دي مش هتبقى من وجهة نصر المتواضع مش هتبقى فاصلة في أن احنا نقول مثلا أن أول أسرة جات مثلا 3100 سنة قبل الميلاد كما الدراسة تقول لأن ممكن جدا يحصل اكتشاف بكرة الصبح أو دراسة بكرة الصبح تقول لنا لا الفكرة أن دي أعمق من كده أو أعثر من كده ولكن على أي حال ليه الخطوة دي مهمة لأنها بتقولك إزاي أن الدولة المصرية القديمة هي دولة كانت متفردة في نشأتها ومتفردة في تاريخها وده الحدود بتاعتها أقرب إلى الحدود اللي احنا نعرفها دلوقتي مع الاختلاف بالنسبة للغزوات والدفاع عن الحدود شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات بالسام الشماء إذن مشاهدين نكمل وكما تحدثنا قبل آثار ورياض